سارة سفير خلال أكثر من عامين حضرتك قضتهم هنا في القاهرة كسفير لليابان كيف ترى الشعب المصري وكيف ترى الأمور والعادات أو التقاليد المشتركة ما بين الحضرتين؟ دم خفيف دم خفيف في الواقع كانت المرة الأولى التي جئت فيها إلى هنا منذ أكثر من 35 عاما عندها كنت طالبا وجئت إلى مصر لزيارة الأهرامات ولكنني كنت مهتما أكثر بالشعب المصري إذ كانوا يتسيمون بالحيوية وودودين جدا والشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنهم يحبون التقاط الصور الفوتوغرافية لذلك عندما كنت أحاول التقاط الصور في أي مكان في مصر كان المصريون يتجمعون حولي دائما وهو الشيء نفسه تماما الذي يحدث اليوم ففي كل مرة أظهر فيها يأتي الناس لالتقاط الصور معي إنه شيء مشوق للغاية نحن أيضا في اليابان نحب التقاط الصور ولكننا أكثر خجلا لذلك لا نطلب دائما من الغرباء التقاط الصور معنا لكن المصريين إناس مثيرون للاهتمام وساحرون للغاية وهذا هو انطباع الأول عنهم يبدو أن المصريين في هذه الفترة قد يكونوا ربما أثروا في شخصية سعارة السفير فرأينا سعارة السفير يلتقط بعض الصور وهو يتسلق النخل وكانت هذه الصورة صورة رائعة جدا والمصريون تقبلوها بشكل جميل بشكل محبب أنك تحب الثقافة والعادات المصرية كيف جاءت مناسبة هذه الصورة وأن تتسلق النخل؟ لقد كان ذلك في الواقع ضمن استعدادات جادة لتنشيط التبادل التجاري للمنتجات الزراعية ولذلك زرت مزرعة برتقال في منطقة نوبارية وفي أثناء تلك الزيارة رأيت أشجار النخيل وشباب مصريين تسلقونها بمهارة للحصول على التمر وأنا دائما ما أعتقد أنه من الأفضل مئة مرة أن تفعل الشيء بنفسك لا أن ترى الآخرين يفعلون لذلك أردت أن أجرب تسلق النخيل بنفسي ولخوفهم على سلامتي نهاني الناس من حولي أن أفعل ذلك لكنني حاولت وكان الأمر ممتعا جدا وكنت وقتها حافية القدمين وكانت قدمي تؤلماني لكن استطعت أن أفهم كيف أتسلق واستطعت أن أتحسس جزع النخلة وألمس وأشم التمور الطازجة وشعرت أنني أقرب إلى المزارعين المصريين الذين كانوا يفعلون ذلك ولاحقا سمعت أن هناك فيلما سينمائيا مصريا شهيرا في ثمانينيات القرن الماضي يتحدث عن ظاهرة تسلق النخيل واسمه طالع النخل لم أرى هذا الفيلم بعد لكن بالتأكيد إذا نصحتني بذلك سأحاول مشاهدته هندعوك أكيد سعر السفير وهنرسل هذا الفيلم لخضرتك لكي تشاهده وهو فيلم من أحد الأفلام العظيمة حول مهنة جمع البلح أو الطمور ترجمة نانسي قنقر